أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأباءنا وجميع المسلمين من النار معاشر المؤمنين معاشر المؤمنات الاقتداء بالغير والتأسي بمن هو مثلنا أو فوقنا أو أكبر منا أمرٌ فطري جبل الله الخلق عليها الرضيع والولد الصغير يتعلم كيف يأكل وكيف يشرب وكيف يتكلم ويتعلم ما يحتاج إليه من خلال الاقتداء والتأسي أمرٌ فطري وكذلك جميع الناس حتى لو كبروا فإنهم يتأثرون بالفعل أكثر مما يتأثرون بالكلام والحديث ومن لطف الله تبارك وتعالى أنه لم ينزل الكتب من غير إرسال الرسل ومن غير إرسال الأنبياء الذين هم قدوات لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة المطلقة أطلق الله تعالى التأسي به في كل شيء حتى لو أن إنساناً اقتدى به في أموره الجبلية ليست التعبدية لكان مأجوراً على ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس خلقاً وكان أحسن الناس طبعاً أيضاً كل ما كان يحبه فإنه من أحسن ما يمكن أن يحب من أمور الدنيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه الله تعالى جعل له قدوات لما ذكر الله تعالى في سورة الأنعام ثمانية عشر نبياً ورسولاً قال له بعد ذلك أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده اقتدى بهم في الصبر على الدعوة اقتدى بهم في الصبر على الأذى من خلال هؤلاء الأمرياء وليس صحيحاً أن الإنسان يجب أن يقتدى ضرورة بأبيه ومن هو أكبر منه أو قبيلته أو أجداده الله تعالى ذم أهل الشرك لأن حجتهم كانت في الاقتداء بآبائهم وأجدادهم قال الله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة حاكياً قول المشركين إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول كانوا يقولون بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أو حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا وقالوا في هذه الآية إن وجدنا آباءنا على أمة أي على دين على ملة وإن على آثارهم مقتدون والله تعالى ذمهم في ذلك أشد الذم قال أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون أو لو كان آباءهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون إذا كانوا لا يعقلون كيف تتخذهم أسوةً وكيف تسلك سبيلهم وتتبعهم وهم غير مهتدين لا يفقهون لا يعلمون فالاقتداء والتأسي يكون بالتعقل وباتباع الحق وليس مجرد لأنهم أكبر منا أو هم آباءنا لا بد أن نتبعهم مع وجود الاحترام وعوجود البر مع وجود العدل لكن الحق أحق أن يتبع أريد أن أصل إلى نقطة معاشر الكرام أننا نعيش اليوم زماناً غريباً يخاف الإنسان على نفسه فضلاً عن أن يخاف على أطفاله وعن ذويه لقد علم أهل الباطل وجنود إبليس أجمعون أثر القدوة وأثر الأسوة في الإنسان الإنسان لا يحتاج أن تتحدث معه إذا وضعت له قدوة وأسوة فإنه يتأثر بها خصوصاً إذا كثر التعرض لها اليوم نعيش في وسائل التواصل الاجتماعي وفي شتى الوسائل في الأفلام والدعايات قدوات توضع أمام الناس أمام الشباب على وجه الخصوص وإن كانت أمام الناس جميعاً وإن أردت التحقق من ذلك فانظر فقط إلى أكثر الفيديوهات مشاهدة في اليوتيوب وانظر إلى أكثر الشخصيات التي تتبع في وسائل التواصل الاجتماعي ستجد لاعبي القورة ستجد المغنين والمغنيات ستجد الممثلين والممثلات ستجد عارضات الأزياء أكثر الناس أتباعاً لهم الملايين المملينة ممن يتبعهم ويتحدث ويضع المشاركات ويشارك ما يبثونه في تلك الوسائل هذه النماذج التي توضع أمام شبابنا صباح مساء تؤثر فيهم ولابد يضعون أمامهم الفاسقين والفاسقات الشاذين والشاذات العري والكلام القبيح هذا الذي يتعرض له شبابنا اليوم في بريطانيا فقط 24 مليون من متابع إنستجرام 18 مليون ممن يتابع سنابشات والتيك توك الذي انتشر في هذه الآوينة الأخيرة يزداد يوماً بعد يوم من الذي يشاهد هذه القنوات أو هذه الوسائل؟ أكثر من يتبع هذه القنوات؟ الشباب الصغار بدءاً من 9 سنوات 10 سنوات وأنت طالع يتابعون هذه الوسائل ما الذي يجنون منها؟ كثرة التعرض والنظر في هذه الأمور تزيل الحياء وتقتل ما بقي من الأخلاق في شبابنا كثرة التعرض لهذه المنكرات يقصي القلب يسود القلب حتى لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب هواه كيف يمكن أن نتعامل مع هذا الواقع؟ لا شك أننا إذا منعنا بإطلاق هذه الوسائل ليس هو الحل لأنها عمت بها البلوى وأصبح لا يمكن لطفلك الذي يعاشر الأطفال الآخرين في المدارس وغيرها لا يمكن أن يكون شاذاً فيهم بل قد تجد في بعض المدارس إذا لم يكن عنده هذه الوسائل قد تلاحق وينظر إليك وتعرض للمساءلة فالحل أو من الحلول التي يمكن أن نقف أمام هذا التيار الذي هجم علينا أو هذا التيار الذي أخذ بعقول شبابنا وأثر فيهم ويقول أهل الاختصاص أن هناك أمراض نفسية تنتشر حالياً في الشباب لأنه هؤلاء القدوات التي يجلسون أمامهم يريدون أن يكونوا مثلهم في أجسامهم في لباسهم وخصوصاً البنات على سبيل المثال تريد أن تكون مثلها فيتأثرون لكونهم لا يمكن أن يصلوا إلى ذلك الذرجة فتحصل هناك عقدة نفسية وشعور بالنقص أمام ذلك وهذا يعرض شبابنا لأمراض نفسية كبيرة فضلاً عن الضلال وعن البعد عن الله تبارك وتعالى الحل أو من الحلول المقترحة معاشر الكرام أولاً أن لا نغفل عن أطفالنا أن لا نكون ممن يحسن أمورهم المادية من لباس وأكل وشرب لكنه لا يجلس مع أولاده وأطفاله ويحدثهم وينظر ما في عقولهم ويعرض لهم الخير ويتحدث عن الشر أيضاً حتى يتوقوه إذا علم الإنسان الخير وعرف الشر توقه وإن كان غافلاً فإنه سيجد نفسه أمام تلك الشرور يريد أن يتعرف عليها ويمكن أن يذهب بعيداً معها الأمر الثاني يقول أهل الاختصاص فيما يتعلق بالتعرض للأطفال لهذه الوسائل أولاً لا ينبغي أن تعطى الشاشة لطفل يقل عمره عن ثلاث سنوات من الخطأ أن يعطى الطفل تلك الشاشات وهو دون ثلاث سنوات لا يُعطى للطفل جهازاً لللعب قبل ست سنوات وأن لا يدخل في الإنترنت قبل تسع سنوات مع المراقبة والمتابعة وبعد ذلك إذا بلغ الولد ليس إذا بلغ ووصل إلى البلوغ لكن إذا بلغ إلى الرشد فحينها يمكن أن يُترك مع الإنترنت مع المتابعة والنظر ليس من أجل السيطرة عليه ولك من أجل التوجيه ومن أجل الإرشاد والنقطة الأخيرة هي أن نكون قدوات نحن إذا كنا أنا وأنت الأب والأم والأخ الكبير والأخت الكبيرة مشغولين منكبين على هذه الجوالات فينشأ الأطفال مقتدين بمن كبر منهم ويريدون أن يحصلوا على تلك الوسائل كما آباؤهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم منشغلين بها نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا جميعا من كل شر أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه كان غفارا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبارك والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المصلي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يرجى من الإخوة التقدم وملء الفراغات جزاكم الله خير هناك إخوة ليس لهم مكان بارك الله خير أتمنى جزاكم الله خير بارك الله خير We as humans need examples and models we learn by doing as others do a baby learns to eat, to drink, to talk, to walk by trying to do what adults or those who are older than themselves do and this is something natural and that is why Allah subhanahu wa ta'ala by his mercy did not reveal books without sending prophets and messengers who share the same experiences that we share in life they go to the market, they are married they have children, they go through sadness and happiness and at one point, the Mushrikeen in Makkah, out of pride asked why Allah did not send an angel so that the proof that he was sent from Allah will be clear Allah subhanahu wa ta'ala said to them قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا Say if they were up on the earth angels walking securely we would have sent down to them from the heaven an angel as a messenger Having an example and a role model can be both positive and negative Allah subhanahu wa ta'ala sent us a perfect role model who is the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا Indeed you have in the messenger of Allah an excellent model to follow for whoever hopes in Allah and the last day and invokes Allah frequently Allah subhanahu wa ta'ala asked the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to take for himself the Prophets and messengers as an example he said to him أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ those are the ones whom Allah has guided so from their guidance take an example and our examples after the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam are the companions of the Prophet radiallahu anhum and those who followed them till today وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا and whoever opposes the messenger after guidance has become clear to him and follows other than the way of the believers we will give him what he has taken and drive him into hell and even it is as a destination these are our examples so the criterion of exemplarity is to follow the truth and it is not because he is your father, your uncle, your elder brother, your teacher doesn't necessarily mean he is the best example you must respect them to be good to them but concerning the religion of Allah the truth must become from the book of Allah and the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam the argument of the mushrikeen was to follow the elders rather than following the revelation and the example of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala told us about them he say وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ and when they are told follow what Allah has revealed they say rather we will follow that which we found our fathers doing what if their forefathers had not reasoned, misunderstood anything and they had not gone in the right direction they are believers the advertising, film, music and media industries knows the impact of role models and examples you only have to look at the most viewed videos on YouTube the most followed personalities on social media to know the trends today's role models are football players actors and actresses singers, influencers, nudity, stupidity, violence and vulgarity this is what is being promoted for our children and young people research shows alarming figures concerning the psychological impact of this virtual world young people are complex about their bodies their lifestyles because they don't fit into the normality that is being proposed the normality that is being proposed to them everywhere young people prefer to stay behind their screens instead of having social activities where they meet others and spend time with families before and even now we were afraid for our children who they meet at school with who they go out with but today things have changed their friends are their smartphones that they are with them at home in their rooms and in their beds 24 million people in the UK use instagram 18 millions use snapchat and tick tock is becoming more and more important in the lives of young all these media are setting examples models that are this is the only one this is a solution that is the only one this is the only one of your children is the only one of your parents and the key يساعدون مجردون جميعاً. كيف حلوة هذه النوات؟ أولاً، أن تبنى جميعاً مجردين جميعاً لأي شيء حتى يصبح مجرد لكن يجب أن تجعل الطفل لتصرف الموقع يتحدثون جميعاً لتعاون معاً ومعاً لكي يفعلون ما هو وما هو مباشرة. السيدسيطرة والسيولوجيسات والسيولوجيسات May Allah سبحانه وتعالى guide us, protect us and our families from all harm. وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة. اشتركوا في القناة